رضي الله عنه حديثه عند أبي داود الترمزي يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعزة بليغة موعزة بليغة صلى بنا رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة الصبر وعظنا موعزة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كأنها موعزة موضع إيه موعزة الموضع السان عندما يودع سواء بالسفر سيسافر سفرا طويلة فإنه يعز من خلفه موعزة بليغة إنسان عندما يقترب أجله فلا شك أنه يعز من خلفه موعزة بليغة هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يعز موعزة بليغة إلا في هذا الحديث؟ لا نبي عليه الصلاة والسلام كان في كل موعزه صلى الله عليه وسلم يعز موعزة بليغة بل في كل خطبه كأنه منذر حرب يقول صبحكم مساكم صلى الله عليه وسلم أي كأنه يخبر أن العدو اقترب من البلد وأنه سيصبحكم أو يمسيكم فأنا يكون النبي عليه الصلاة والسلام يعني معناه أنه ينصح والناس كمن ينصح الناس باقتراب العدو فانظر إلى الجدية وإلى موعزة النبي صلى الله عليه وسلم فهكذا كانت موعز النبي عليه الصلاة والسلام هكذا كلها بليغة لكن في هذه الموعزة الصحابة أو العرباد رد الله عنه رأى أن فيها حزنا يختلف عن سائر مواعز رسول الله عليه الصلاة والسلام لذا فقال ذلك فقال يا رسول الله وعصتنا كأنها موعزة مودة وكيف لا ويقول وجلت منها القلوب خافت كده القلوب وزرفت منها العيون فعلا